الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لهم الدين أما بعد نرد في هذه الحلقة على شبهة ألقاها المدعو محمد المنتصر الإزيري ضعية الشرك وداعية الضلال وداعية الكفر والإلحاد عنده شبهة دائما بدندن حولها هي واحدة نرد عليها ونقطع عليهم مرة واحدة شانتاني ما يجيب إن شاء الله قال إنه ابن تيمية بيدعو للتصوف وابن تيمية بيمدح الصوفية وذكر موضع من الفتاوى الجزء عشرة الصفحة خمسمية وصتاشر الجزء عشرة صفحة خمسمية وصتاشر نقرأ أول شيء الكلام الذكره عن ابن تيمية بعد ذلك نبين الحاصل شو طيب ده الجزء عشرة وذي الصفحة خمسمية وصتاشر من مجموعة الفتاوى لابن تيمية وقال كلام طويل منه قال فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف مثل الفضيل بن عياط وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي إلى غيره وذكر بعد ذلك عبد القادر وشيخ حمد وشيخ أبي البيان وغيره من المتاخرين قال فهم لا يسويغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ويجمع السلف إلى آخر ما قال أول حاجة دلماء الصوفية الموجودين اليوم أبدا وإن تسموا بكلمة صوفية فدي الناس عقيدتهم كعقيدة وكتوحيد هو عقيدة السلف لأن ابن تيمي هنا قال في صفحة 516 قال فأما المستقيمون من السالكين كجمهور مشايخ السلف وذكر بعد ذاك الفضيل بن عياض وبرهيم بن أتهم وعبد القادر وغيره والجنيد بن محمد وغيره فما مقصود به الصوفية الموجودة لليلة الدليل الثاني من كلام من تيمية قال الجماعة الزكرون من دليل قال فهم لا يسويغون للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور ويدعى المحظور إلى أن يموت وهذا هو الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة يعني الزكرون دليل دليل ناس بيتابعوا الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ولا يسوغ للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماء قال أن يخرج عن الأمر والنهي الشرعيين بل عليه أن يفعل المأمور ويدعى المحظور إلى أن يموت هذا ما قاعد الصفية الليلة عز وجل 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 عز والأوراد القادرية وده من أعظم كتب القادرية الموجودة الليلة بالساحة هل ديل بيلتزم الأمر والنهي الشرعي ويلتزم بالكتاب والسنة ويجمع السلف وهل كلامه مده ما أمر الله به وما نهى وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف الكلام ده كويس من الصفحة خمسة وخمسين وانت ماشي قال ده الطريقة القادرية وهي أول طريقة دخلت السودان قال وصلت وصلت إلى العرش المجيد بحضرة فنادمني ربي حقيقا وناداني قال هو وصل لعرش الله فوق قال وصلت إلى العرش المجيد بحضرة وده كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب على الله وما عنده دليل يدل على هذا الكلام قال نظرت ده الصفحة البعدية نظرت لعرش الله واللوح نظرة فلاحت لي الأملاك والرب سماني قال أنا شفت العرش بتاع الله واللوح بنظرة بس فلاحت لي الأملاك والرب سماني وده برضو يا جماعة كلام في ميزان الشريعة الإسلامية كفر بالله سبحانه وتعالى طيب لأنه ما في إنسان يصل للعرش بتاع ربنا موجود الليل يصل للعرش قال وتوجني تاج الوصال بنظرة ومن خلع التشريف والقرب أكساني قال فلو أنني ألقيت سري بدجلة لغارت وغيض الماء من سر برهاني ولو أنني ألقيت سري على نظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني قال له سر دا الصوف دا رماه في لظة نار ربنا سبحانه وتعالى قال لأخمدت النيران من عظم سلطاني ربنا أغدى وربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه وتعالى قال يوم نقول لجهنم هل امتلأتي وتقول هل من مزيد وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحي مسلم قال يؤتى بيهنم يوم القيامة ولا سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يجي يطفيه صوفي قادري كمان محمد المنتصر يقول دا العقيداتهم زي عقيدة ناس الجنيت دا العقيداتهم كفرية صوفي الموجودين الليلة العقيدة بتاعتهم عقيدة كفرية وعقيدة إلحادية وعقيدة إبليسية دا ما أتكلم عنه من ابن تيمين ابن تيمين نتكلم عن الصوفية الزي ديل وعقيدة باطلة أقل بطلانا من ديل قال عنهم كلام شديد في الفتاوى الجزء 15 ديني له دا مجموع فتاوى ابن تيمين ابن تيمين في النهاية والراكة الصوفية الملاحدة الموجودين ديل في الجزء 15 قال فهؤلاء في الصفحة رغم 49 قال فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يسازئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يترئ أن يحلف بشيخه كاذبا وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع لهم من أن يدعو الله في المسجد عند السحر وده نفسي كلام البرعي البرعي قال في التل تناديهم قموا صيح ليهم البرعي قال في الليلة الأهادي بنادي سيادي جملة وفرهادي ديل هم اللي بتكلم عنه ابن تيمية ديل ملاحدة ديل مجرمين ديل هم الصفية الموجودين الليلة جميع الطرق وجميع مشايخ الطرق الكبار دي عقائدهم العقائد الشركية الباطلة دي وجميع الكتب الألفاء الصفية جميع الطرق وجميع كتب الطرق الليلة الموجودة هي كتب شركية تحمل عقائد كفرية ما قال بها حتى المشركون الأوائل أبو جهل وأبو لهب وغير من المشركين الأوائل قال وكثير من طواف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبري أو غير قبري أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فهل هذا إلا من استغفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيم المشرك وإذا كان لهذا وقف ولهذا وقف كان وقف الشرك أعظم عندهم مضاهات لمشركي العرب الذين ذكرهم الله في قوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبنا الآية قال فيفضلون ما يجعل لغير الله على ما يجعل الله ويقولون الله غني وآلهتنا فقيرة قال ابن تيمي هؤلاء إذا قصد حدوم القبر الذي يعظمه يبكي عنده ويخشع ويتضرع ما لا يحصل له مثله في الجمعة والصلوات الخمس وقيام الليل فهل هذا إلا من حال المشركين للموحدين اللي بتكلم عنه من تيمية ذيل ذيل الصوفية الليلة والبرعي ومحمد عثمان المرغني وحمد عثمان عبد البرهاني والقاذرية والسمانية وكل الطرق أو ذيل اللي بتكلم عنه أما ناس الجنين ذيل عقيدتهم كعقيدة عقيدة السلف تسأل مجرم وكذاب بس محمد المنتصر قال فهل هذا إلا من حال المشركين للموحدين ومثل هذا أنه إذا سمع حدوم سماع الأبيات سماع الغران يعني حصل له من الخشوع والحضور الأبيات يعني من شنو؟ من القصايد والمدايا الشركية يعني حصل له من الخشوع والحضور ما لا يحصل له عند الآيات يعني القرآن الكريم بل يستثقلونها ويستهزئون بها مش الليلة الصوفية الواحد لو لغتو درويش مجنون بريل وشايل إبريك وماشي حفيان وشعر مفلفل وولافي في رقبته لا لوبة ألفية تقول لهم ده مالو؟ تقول لك قرأ الغرآن كثيري شانكيدة جنة يستهزئوا بالقرآن طيب قال بل يستثقلونها ويستهزئون بها ولمن تقول له ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة لمن تقول له ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وجب له آية التوحيد والآية التي تنهى عن الشرك يستهزئ بها ودحل الصوفية الموجودين الليلة والله انت خامسي وانت وهابي وانت وانت استهزاء بآيات الله وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال بل يستثقلونها ويستهزئون بها وبمن يقرأها مما يحصل لهم به أعظم نصيب من قوله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قال ابن تيمي عن الصوفية قال والذين يجعلون دعاء الموت أفضل من دعاء الله منهم من يحكي أن بعض المريدين استغاث بالله فلم يغسوا شفت كيف واستغاث بشيخه فأغاثوا وأن بعض المأسورين دعا الله فلم يخرجوا فدعا بعض الموت فجاءوا فأخرجوا إلى بلاد الإسلام وآخر قال قبر فلان الترياق المجرم ونفس الكلمة دي يقولها حامد بابكر يقول قبري معروف الكرخي هو الترياق المجرم وحامد بابكر ده صوفي سماني موجود الليلة تغوط وهو أستاذ لمحمد المنتصر اللي زيرك شفت كيف فده ابن تيمي يتكلم عن الصوفية العقايدهم زي عقايدهم عقايد شركية كفرية عديل أما ناس الجنيد بتاع ديل ديل أبدا ما عندهم علاقة بناس البراعي والختمية والقادرية والسمانية والروكينية وغيرهم موجدا الليلة قال ومنهم ده ابن تيمي من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه والكلام ده موجود البراعي قال شنو البراعي قال إنه بخطب في البلاد نزيله حصلت مصيبة ولا شدة ولا أمر عظيم قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل قال إذا حصلت مصيبة أو أمر هام في البلد نادي إسماعيل لأنه ولي لأ الله ديل هم صوفية المجرمين والواقعين في الضلال والناشرين للشرك وعبادة غير الله والكفر بالله ديل هم اللي من تيمي بيزمهم حمد المتصر لخمت الأوراق قل لكم ابن تيمي نتيمي أزادهم ودع الصوفية ما مدع الصوفية أنتو الموجودين الليلة ونعنى خلافنا معاكم أنتو الموجودين الليلة فما ممكن تجيب لي ناس عاقداتهم عاقدات السلف تقول لي دا صوفية الموجودين الليلة يا كذاب يا محتال دا كلام تيمية ولسه حاجي كلام كثير من تيمية عن الصوفية الموجودين الليلة قال ومنهم من إذا نزل به شدة لا يدعو إلا شيخه قد لا هج به كما يلهج الصبيب ذكر أمه وده زي ما قالوا محمد عثمان المرغني في فيوض البحور المطلاطم كتاب المرغني قال إن كنت في هم وكرب فقل يا مرغني أنجيك من كل شدة قال وقد قال تعالى للموحدين فإذا خضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى وقد قال شعيب يا قومي أرهت أعز عليكم من الله وقال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدوري من الله صنف تاني أو كتاب تاني يتكلم فيه ابن تيمية عن الصوفية الخارجين عن منهج السلف ودجزوا أربعة من فتاوى ابن تيمية الصفحة رقم اثنين وسبعين يقول ابن تيمية في كلام طويل قال وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصويفة يعترف بذلك إما عند الموت وإما قبل الموت والحكاية بهذا كثيرة معروفة تكلم عن موضوع آخر لكن الشاهد إنه طلع الصوفية من منهج السلف قال وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصويفة يبقى المتكلمين عند ابن تيمية خارجين عن منهاج السلف وكذلك المتصويف الصوفية خارجين عن منهج جماعة عن منهج السلف الصالح أيضا ابن تيمية نتكلم عن الصوفية من مثل الصوفية الموجودين الليلة لأنه كل الصوفية الموجودة الليلة تابعين للحلاك ومحيدين من عربي وغيره من الزنادغة والكفار ابن تيمية بتكلم عن دي بيقول شنو في الصفحة رقم متين تسعة وتلاتين من مجموعة الفتاوى الجزء حداشر صفحة رقم متين تسعة وتلاتين شو ابن تيمية بتكلم عن الصوفية كيف والمحتالة لإزيرك ده عارفة الكلام ده حمد المنتصر لكن بيقتطع كلام عن ناس تسموا بالصوفية لكن كان عقيدهم صحيحة ما بيجبعوا الصوفية بتاعنا الليلة أبدا ولا بيجبعوا طريقة من طرق الصوفية الموجودة الليلة ولا بيجبعوا صوفي واحد يمشي على الأرض الليلة إطلاقا لكن بيخلك الأمن تيمية في هؤلاء الزنادق اللي هم مثل الشوخ الصوفية الكبار الموجودين الليلة وكل الطرق الكتب اللي بيألفوا الليلة بتدعو لهذه الزندقة وتدعو لهذا الكفر والشرك والإلحان صفحة متين تسعة وتلاتين طيب ابن تيمية يقول شنو في الجزء حداشر قال ابن تيمية تكلم على الكرامات وخوارق العادات كلام طويل جدا ويردم في الصوفية ردم تقيل لكن أنا أخذت منه جزئية بسيطة جدا قال وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح التي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب صاحب الفتوحات ده منه؟ ده من حدين من عربي الكافر الفتوحات المكية هو دقاء الجوة عندي أكثر من تمانية تسعة مجلدات كل كفر وهو الذي يقول فيه وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة وده التصوف ده حقيقة صوفية الليلة قال الذي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقي إليه ذلك الكتاب ولهذا يذكر أنواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين وهذه مما تفتح لصاحبه اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية كذلك أنا قابلني وأقرأ كلام تيمية لأثبت لك أن ابن تيمية ما عنده علاقة بصفية الموجودين الليلة دعاة الشرك والكفر بس نقيف عن جزئية من كلام تيمية قال وهذه مما تفتح لصاحبه اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية نوريك الأحوال الشيطانية بتاعة الصفية بس حاجات بسيطة جدا ده كتاب التباقات الكبرى للشعراني دولهاب الشعراني ده أعفا كتاب لصفية أكثر كتاب عفن وقزر ويحوي على الشرك وللحات الذي لم يقل به حتى أبو جهل ولا أبو لهب الكتاب ده وغيره من كتب الصفية أسمح الكلام ده وفيه قل له ده أدب حاجراني كله بجأن تفهم إنه ابن تيمية ما أقعد أتكلم عن الصعاليك ديل وعن المجرمين ديل واحد صفحة خمسمية خمسة وتلاتين خمسمية ستة وتلاتين خمسمية خمسة وتلاتين خمسمية ستة وتلاتين طيب قال مين ما الشيخ محمد الحضري رضي الله تعالى عنه ذي كرامة لولي صوفي طيب قال محمد الحضري رضي الله عنه المدفون بناحية ناهية بالغربية المهم قال وأخبارني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه أجاءهم يوم الجمعة شو الزول دا عفن أكافر ولا ما عفن أكافر شو الزول دا بيقول شنو شا ما تقول ليه بيتكفر الناس آي النازل بيقول كلام المشركين الأوائل قالوا أجل منه ربنا كفروا قال أنه وأخبارني الشيخ أبو الفضل السرسي أنه أجاءهم يوم الجمعة دا محمد الحضري دا ولي قال ولي رغم كم تلتمية وتلاتين مرغمين الأولية عادينهم عاد حزمينهم حساب قال سألوه الخطبة فقال باسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأسنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام هذا عفن كافر ولا ما عفن كافر هل الله إبليس هل إبليس إلهنا هل إبليس ربنا هل إبليس الله دا دين الصوفية قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فقال الناس كفر فسل السيف ونزل فهرب الناس كل من الجامع هس إذا ما رباطي طلع السيف وش أعلم السيف في الخطبة كيف زهت دي خطبة دي ولا غزوة قال فسأل للسيف فهرب الناس كلهم من الجامع فجلس عند المنبر إلى أزان العصر الناس هربوا ما صلوا الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام في صحيحة ترغيب قال من ترك جمعة واحدة متعمدا نكتت في قلبه نكتة سوداء شو الكلام ده كيف قال ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد بريأت منه زنمة محمد صلى الله عليه وسلم الرجل ده النازل ممكن يكون صلوا في جامعتان لكن الرجل ده ده تنطبق عليه جميع الزنوب والآسام ولكن ليس بعد الكفر زم كما يقال لأنه قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فده كافر من أكفر الكافرين الرجل ده قال إلى أزان العصر طرد الناس خلوهم ما يصلوا قال وما تجرى أحد أن يدخل الجامع ثم جاء بعض أهل البلاد المجاورة فأخبر أهل كل بلد أنه خطب عندهم وصلى بهم وده كلام تعشياطين زي ما قال ابن تيمية في هذا الكتاب لسه أنا ده رأعض لك كلام ابن تيمية بشواهد من واقع الصوفية الليلة عشان ما ينزل كلام ابن تيمية في متح الجنيد مثلا وإبراهيم ابن أتم ينزلوا بمتح الصوفية ديال الموجودين الليلة في العالم ديال كلهم ضليم بعد ذات في صفحة خمسمية سبعة وتسعين صفحة كم خمسمية سبعة وتسعين شو ما نازل على غيرهم كيف خمسمية سبعة وتسعين قال منهم السيدي بركات الخياط رضي الله عنه ولي رغم أربعين قال في الجزء الثاني قال وكان رضي الله عنه يقول لمن يخيط له هات معك فوطة ظل بخيط له حاجاته يقول يجيب معك فوطة وإلا يتسق قماشك من ثيابي لأنه كان عفن واسخان أنا ما قبل قلت لك عفن قال بيقول يجيب فوطة وإلا يتسق قماشك من ثيابي وكان دكانه منتنا منتن يعني شنو؟ يعني عفن يعني عفن وكان دكانه منتنا قزرا لأن كل كلب وجده ميتا أو قطا ميتا أو خروفا ميتا يأتي به فيضعه داخل الدكان عفن ولا ما عفن هو زكرا مش إنه عفن مش بنبسه زي ما نحن نبسناه بالحق لا هو زكرا ككرامة من كراماته إنه قال لك كل كلب وجده ميتا أو قطا أو خروفا يأتي به فيضعه داخل الدكان فكان لا يستطيع أحد أن يجلس عنده عفن ولا ما عفن لأنه عفن قال طيب تاني في صفحة رقم خمسمية اثنين وتمانين قال منهم والله ده كلام شين يا خنا ما أقدر أقرأه مع إنه قلت أقرأه لكن لما شفته أسا ما أقرأت أقرأ نهاية وده أنا بتحدى أي صفحة أنا بتركه للصفية أي صفحة على وجه الأرض يجي قرأ لنا كرامة الشيخ علي أبو خوزة علي أبو خوزة يجي قرأ لنا كذا نقرأ لكم جوزه منه ونخلج جوزه الباقي قال من كرامات الشيخ علي أبو خوزة رضي الله تعالى عنه كان رضي الله عنه إذا رأى امرأة مرأة مرأة بيت ماشى بالشارع بيتك ماشى بالشارع يليم فيها الصوف هذا أو أمرت راوده عن نفسه وحسحس على مقعدته سواء كان ابن أمير أو ابن وزير ولو كان بحضرة والده لو أبوه ذاته ماشى معه لو أبوه ده بيقى ملك أو وزير أو غيره برضو يعمل العمال العفن الشيء الشيء هذه أو غيره ولا يلتفد إلى الناس ولا عليه من أحد الباقي نخليه ما نقرأه طيب قال ابن تيمي يقول قال فيظنون ذلك من كرمات الأولياء الوساخة ذي كلها يقولوا ذي كرمات أولياء زي ما هو ده الشحراني الكتاب ده أصل لكرمات الأولياء كتابة طبقات الكبرى للأولياء أولياء الصوفية قال وإنما هو من الأحوال الشيطانية ده ابن تيمي يا بردن في الصوفية يا بليد يا محمد المنتصر قال وأعرف من هؤلاء عددا ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرق الشياطين وتأتيه به ومنهم من كانت تدل على السرقات بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقات سرقات ونحو ذلك يعني فكيه والآن شغل صوفية الكبار ده كلهم فكيه قلقى قاعد مولع البخور قاعد في الغرفة النسوان يجن ده هب رايح ده ما ولده ده بتاع ده ابن تيمي يتكلم عنهم ده كلهم قال شغالين مع الشياطين وأحوالهم دي أحوال الشياطين قال ابن تيمي ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية هذا الكلام شيطانية مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلام عليهم كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية يعني لو واحد قال لي ما قاعد صوفية بتاعنا الليلة قال كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات شنو المكية والفصوص اللي هو فصوص الحكم ودي كتب منها جماعة دي كتب ابن عربي وابن عربي ده مده حج جميع شيخ الطرق وأنا سمعت بأيضان دي حلقة لهذا الطاغوط محمد المنتصر الإزيري في إزاعة المساء برنامج الساعة سبعة ونص سبعة صباحا سبعة ونص صباحا تعت حسين خوجة للإزاعة فبيتكلم ذكر كتاب فصوص الحكم قال لم يحددين ابن عربي ومدح ابن عربي ومدح الكتاب وقال عن فصوص الحكم قال هذا الكتاب كتاب الفتوحات المكية عفوا قال هذا الكتاب لمحددين ابن عربي قال هذا الكتاب لا يقرأ إلا الخواص من أهل العلم وهو كتاب كفري ده محمد المنتصر الإزيري ذاته البيكذب يقول ابن تيمية بمدح الصوفية الطرق الصوفية الموجودة دي البيكذب وبيدجل شفتا كيف ابن تيمية بيرود على شيخك ذاته يا إزيري يا مجرم قال كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار يمدح الكفار مثل قوم نوح وهوت وفرعون وغيره ده ابن عربي يمدح الكفار قال وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ويذوم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد ابن محمد وسهل ابن عبد الله التستري ويمدح المزمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه والبرع في كتاب ديوار رياض الجنة ونور قال جنة قال مدح الحلاج قال سفكوا دماء الابر يا ظلما كما سفك الذين خلوا دم الحلاج فاعتبر البرع ان قتل الحلاج واقامة الحج على الحلاج اعتبروا ده ظلم اعتبروا ظلم والبرع في نفس الدواء الرياضة الجنة ونردوا جنة نفس الكتاب الزكر فيه البيت ده في متح الحلاج مدح الحلاج مرة اخرى ومدح كلام الحلاج الكفر الالحادي قال البرع وقائل خط بحرا زاخرا وقفت بساحل منه رسل سادة الناس وقال قبلها قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسر حسين نمنو هو الحسين ابن منصور الحلاج قال شنو الحسين منصور الحلاج قال كراهدي فوق الهكم فوق معبودكم يعني فوق ربنا والعياذ بالله من كلام هذا الزنديق الكافر الملحد البرع مدح الحلاج ومدح كلام هذا قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته يا له من عارف كاسي البرع قال عنه يا له من عارف كاسي والحلاج ده هو البزم ابن تيمة وبزم أمثاله من الصفية إذن الصفية الموجودة الليلة ما صفية الجنين هي صفية الحلاج ومحيد الدين ابن عربي دي الطرق الصفية الموجودة كلها الليلة في العالم شازلية جانية غير غير سمانية قادرية دي كله ودي ابن تيمة زمها يا محمد المنتصر يا كذاب يا محتال قال كما ذكره في تجليات الخيالية الشيطانية يتكلم كلام كثير جدا أكثر من تلاتين صفحة بزم فيها الصفية أو تزيد في زم هؤلاء المتصوفة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والله تعالى على موحكم جزاكم الله خير بارك الله